اختلف الليبيون بشان أولويات المرحلة هل يتم تقرير مصير حكومة الوحدة الوطنية أولا؟ أم أن التركيز يجب أن ينصب على الانتخابات قبل أي إشكال آخر؟ على سكة هذا التباين دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز الليبيين إلى تركيز اهتمامهم على كيفية المضي قدما في إجراء الانتخابات وشددت وليامز على أن أي تغييرات بشأن الحكومة يتعين أن تجرى وفقا للقواعد التي أرستها الاتفاقات الدولية وهذه معضلة أخرى في ليبيا فتفسير الأطراف الليبية لمخرجات المسارات الدولية بشأن ليبيا ليس واحدا ثم تأطراف أشارت إلى مخرجات مؤتمر باريس معتبرة أن نقل السلطة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يجري فقط عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات بينما يتمسك نواب ليبيون بأن مسألة التمديد للحكومة مرتبطة بما يراه السياسيون مناسبا للمرحلة وقد أوصت لجنة انتخابية شكلها البرلمان بعادة تشكيل حكومة جديدة قبل تحديد موعد للانتخابات كما أوصت اللجنة في تقرير بوضع خريطة طريق واقعية قابلة للتطبيق لحل الأزمة على أن تمر بمراحل عدة تبدأ بتعديل مشروع الدستور وصولا إلى إجراء الانتخابات واتهمت تقرير المفوضية العليا للانتخابات بمخالفة شروط قبول المرشحين لانتخابات الرئاسة مما أدخلها في دوامة الطعون والطعون المضادة ادعاءة تنتظر أجوبة من المفوضية في جلسة استماع دعيت إليها من قبل مجلس النواب قرر مجلس النواب استدعاء رئيس وعضاء المفوضية العليا للانتخابات للاستماع إليها في الجلسة المقبلة بمشيعة الله لا تروق كل هذه التحركات لما يسمى بالمجلس الأعلى الاستشاري في ليبيا فقد خرج رئيسه خالد المشري بتصريحات حذر فيها من أن أي خطوة للبرلمان من دون تشاور مع مجلسه سيكون مآلها الإخفاق على حد تعبيره غموض في كل اتجاه والمخاوف وسط المشهد تعلو من العودة إلى مربع الفوضى الأول